دي حاجة ثانية المكتب التنفيذي للنادي الأهل برئاسة السيد العامري فاروق نائب رئيس النادي عقد اجتماع مطول بفرع مدينة نصر في حضور كل من المهندس خالد مرتجي أمين السندوق والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي وأمين سر الجلسة ونقصوا خلال هذا الاجتماع العديد من الأمور الخاصة بقطاعات النادي المختلفة وكمان أوصى هذا الاجتماع بعدد من التوصيات من ضمنها الموافقة على طلب جهاز السباحة باستمرار عمل المدارس بالمنطقة الترفيهية بفرع النادي في مدينة نصر وكمان البدء في عملية تدفئة المياه في الدراسة المقدمة من مدير المنطقة وكمان شراء بورجي كرة سلة بإصالة المغطاة وأيضا الموافقة على إقامة الحفل السنوي السادس لأكاديمية الباليه واللي ان شاء الله سيقام في دار الأفرة المصرية وبالتالي كمان تم اعتماد الميزانية المخصصة لإقامة هذا الحفل كمان تمت الموافقة على تكليف المكتب الاستشاري الهندسي صبور بعمل المواصفات الفنية لتغيير أرضية ملاعب كرة اليد في مقر النادي بالجزيرة وكذلك الموافقة على الممارسة الخاصة بشراء الأدوات المطلوبة من جهاز الكرة الطائرة رجال وسيدات وأيضا الموافقة على صفر مدربة السباحة عزيزة محمود محمد إلى كندا لحضور الدورة التدريبية للاتحاد الدولي للسباحة وأيضا الموافقة على أعمال تغيير كابلات الانترنت بالصلاة الجديدة بفرع النادي بالشيخ زايد يعني زي ما حضراتكم شفتوا كده أو سمعتم يعني ملفات كتيرة جدا بيتم تجمحها ومناقشتها في الوقت المناسب وبالتالي بيتم اتخاذ القرارات الصناحة يعني مستنين إن هي تحصل بالفعل لأن الحقيقة النادي الأهلي ودي بتبنينا من حاجات كتير سواء بنتكلم فيها مع حضراتكم من خلال البرنامج أو من خلال مشاهداتنا إحنا الشخصية في زيارتنا لفروع النادي المختلفة الحقيقة كل قائمين على كل الفروع ما بيسيبوش لا كبيرة ولا صغيرة تخص أصغر عضو في النادي انتهاءا بالأكبر سنة على الإطلاق غير ما بيعملوا جاهدين على توفيرها لكل الأعضاء وطبعا دي برضو من ضمن السمات المميزة جدا اللي النادي الأهلي في علاقته بجمهوره ورواده يعني حاجة عظيمة جدا الحقيقة